السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل بسماني تعبير عن وصف الأم ووصفه ماديا ومعنويا موجود في قناة تيوف تعبير كثير عن وصف الأم ووصفه ماديا ومعنويا وفيديو اليوم نزلنا فيديو جديد يا رب يعجبكم أمي مصدر الحب والعطف والسعادة والعطاء لمحة بسيطة بحضوث السطر اطرق فراغ ومسافة كلم ذات المقدمة العرض أيضا اطرق فراغ تبلغ أمي من العمر 40 عاما كده حبدأ في الوصف المادي وصف المادي الوصف اللي احنا نستطيع أن نراه بعيوننا ونلمسه بعيدنا قامتها معتدلة دي وصف مادي ليست بالطويلة ولا بالقصيرة باش باش شرطه بيضاء ذات عينان سودوتان مادي أيضا أمي متدينة تغطي شعرها بحجاب ملون كده حبدأ في المعنوي ترتدي عباء ملونة تذهب أمي إلى عملية كل صباح فهي معلمة كم أنا أحبك يا أمي أمي طيبة ومعنوي وعطوفة تحميني من عقاب أبي وأيضا معنوي تعمل بهمة ونشاط دي وصف معنوي تعد لي الطعام والشراء وتهتمي بتعليمه وتربيته دي وصف معنوي كذلك تعلمني النظام والنظافة تنصحني بالأخلاق الحزنة وداء العبادات في الصلاة أضع نقطة الخاتمة هذه هي أمي حفظك الله ورعاك من كل الشر تعبير أبدأ بياد ينتهي بنقطة مقدمة أترك بياد عرض أترك بياد خاتمة أترك بياد أو تارغة مسافة كلمة نصف الوصف المادي والمعنوي هذا في العرض ونصفه في صلب الموضوع أو في العرض نبدأ بالوصف المادي ثم بعد ذلك يليه الوصف المعنوي الوصف المعنوي يظهر من خلال شخصية الإنسان تصرفاته وأخلاقه وأعماله لا تنسوا علمات ترقيم الفاصلات بين الجملة الأخرى فاصلة والنقطة وغيرها علامة تعجب أيضا علامة تعجب وغيرها من علامات ترقيم نلتزم بعلمات ترقيم لأن لو ملتزم نشبه بننقص في الدرجة أو في العلامة نلتزم بتحسين الخط ونلتزم أيضا بعض السطور معينة إذ طلب منك تمن سطور نلتزم بعض الأسطور الموضوع في حدود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثبعة ثمانية تسعة عشر احداشر موضوع في حدود اثناشر سطر على حسب خطك ممكن لو خطك صغير ممكن توصله من العشر سطور خطك كبير هيوصله لاثنى عشر سطران اشكركم سفران جزيلا حسنا على حسن استمعيكم لا تبخلونا باللايك اشتراك ومند حلونا القناة دعم لانا نستمر في نشر مزيد ان شاء الله تمتوا في رعاية الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشتراك 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 اشتراك